السلام عليكم الزينات مساء النور مساء اليسمين شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير ونقلكم صحة في دوركم وصحة صهرتكم جيت نطلع عليكم حبيباتي بهذا الفيديو لينتمنى انه ينال اعجاب ديالكم وان شاء الله يقدر ينفعكم في هذه الايام المباركة القليلة لقعدة من رمضان شوفوا اول حاجة حبيت نشارك معكم هاد الفكرة لانه سهلا هي الغان سيرفيس ويحبها الصغير والكبير راح نديرو كلي بوراك ستيل محاجب استغلو معيها طيب تشكتوكة عادية فيها بصلوا طوماتيش ملح فلفل عكري وفلفل كحل فقط هادا ما كان هنا راح نستعمل الطن هادا طوماتيش تقدر ديرو الطن الويل كيمانا هنا درت النص درتو بالطن حار وطن طومات عادي الافراد الاسرة كل واحد وشي يأكل ابخي نجيبو لفيدو بغيكتانا الورقة تعديول ونديرو تشكتوكة كأول طبقة نحاولو نديرو كلي مربع بش يجونا وتركو كلي محاجب ابخي جبت هنا الطن تاعي تاع طوماتيش ودرت كمية ما نحتاجوش كمية كبيرة للبنة فقط هادا ما كان شوفو كيفاشراني نستف في الطن ديالي نحاول اني نديلي مخصو هكدا نحطوهم من فوق وكاخر حاجة زيت الفخوماج غابي ونتبقهم كما انتبقوا المحاجب يعني وشا نقولكم فكرة رائعة جيبنينة نطيبوها في الطاوة عادي وزيدون بلوس ان وجدوهم في الدقائق الاخيرة معنتها توجدي برك تشكتوكة ديالك باريكزان بالصباح ابخي كيقرب المغرب توجديهم ابخي سخونين هكدك من الطاوة للطابلة فكرة من الافكار اللي تعاوننا وحنا مشغولين يعني الاغلبية راهم يوجدو في حلوة للعيد بس كيفي مدى بهم كيدخلوا الكوزينا نطيبو بيانسوق نفطروا الصايمين ونديروا حاجة ما تديش ليد شوفوا يتبان الطبقة الفقانية جيم قرمشة والداخل طرية شغول حبق ودركا نروحو الحلويات يعني حنا نعطيكم فكرة بعاجينا واحدة درتزوج انواع ورح يكون الجديد بنا جديدة وندرة جديدة نروحو الابات اللي هي عادية جدا عندنا 250 غرام تامارقارين كاس غربة اللي ما يعادل 70 غرام اللي عندها الميزان عندكم اربع تاع الكاس تاع الزيت ما يعادل 60 غرام هنا درت مغير فاتع لفاني زوج حبات ولاد الجاج كي ما راكوا تشوفوا ابخي عندكم زوج مغارف معمرين تعنشا حطوا كلش على ضربة ما تسنساوليش برك القريصة تعال ملح ابخي نضرب كلش بالباتغ يعني حاولوا انكم تخلطوا هاد الخاليط بالباتغ توليلكم ان ديغي اون موس ابخي نحول الفارينا الفارينا هنا يا نحاول نقولكم المقادر اللي يعني اديتهم في هاد الوصفة لكن الفارينا ردوا البال راي كل واحدة كيفاش تمتص السوائل عند درت الكاس اللولاني مع باكي مكمول تاع خميرة تاع الحلويات زدت الكاس تانية انا مع اللول بديت نخلطها كابل مغارف ابخي بديت بيدي بيانسيور باش نشوف القوام تاع السابلي ديالي اللي حبت وصفة تاع سابلي يعني بالتفصيل العادية اكتبوا سابلي دا تحت خرجوا لكم وصفة قديمة هاك تخلطها كيف كيف بالباتغ النتيجة اكتر من رائعة وها بتقرؤوا التعليقات انا هاد الخاليطة دالي زوج كيسان وزوج مغارف مع مورين تاع الفارينا بيانسيور كي تديروا له تاست تاع يعني تاع الاباتتاكم عبزوها بصباح ليكون مقيقي ايتبانكم طريية وخفيفة لكن هادا هو القوام لي مدنا نتيجة رائعة انا جبت هاد لي مول هادوما تعيجو انفهم توسطين مهم صغر مهم كبار هاد القبيب شات هادوما نحط لابات ديالي عادي كيما راكوا تشوفوا هاهوليك يعني ما كاش ما اسهل شوفوا هاد الحلوات تا تندر في وقفة ما تديش الوقت تقبت ها هكدا يا ودوك تشوفوا راح كيفاش راح انتعامل معها وكيفاش راح انعمرهم اول حاجة البنات جبت هاد الفوغاج ايتو بينك تا دايلي سويت راهوليك بلامونك هادا لي درنا به شحل من تحلية وعجبكم كاملة يا البنات وش نقولكم يعني قد ما نقولكم بنين قليل ايبا جي فوغي القاطو ديالي بهاد اللامونك البنات على باركم كي كنتم طيب فيهم وحدة الريحة وحدة الريحة شحل بنينة انا حكمت قطعة من لابات حطيتها شوية في الكونجيلاتور ابخي مسنتها شحتها يبسط المهم شدتلي برك شوية روحة وعمرتها من فوق بهاد الطريقة جاوا بزاف شابين حطيتهم يطيبوا على فرن مسخن على مية وسبعين دراجة وشوفوا اللون اللي تحصلت عليه البنات جاي توليزيله فوق تعمون فوق اللي جبناه من عند شاف كوزين ديزاد شوفوا كيف الشي طيب الحلوة ما شاء الله نص الكمية درتها بطريقة لك وتشوفوا فيها والنص الاخر جبت كغامل وبرغ عمرت الطبقة الاولى هاي اللي كغامل وبرغ توجو ديلي سويت البنات الكغامل هاي للقوام ديالها والبنة راهيليك جاي بالزبدة عمرت لي فون دو تاخت ديالي بهات الطريقة بخي جبت شوكولة دوبتها مدى بينا برك شوكولة حاولوا تخيروا شوكولة جي بنينة وصدقوني هاد الحلوة قد ما نقولكم علبنا ديالها يعني اقليل اكو تشوفوا درتزوج انواع بلابات يعني فيها ميتين وخمسين غرام تعمر غاين وطعتني كمية لبس بها درتشوكولة دوبتها بينسوق في حمام مريم وزينتها بحبتها الجوز وشو نقولكم من اروع ما يكون هادا كفكرة اللي حبت كمية اكتر ضعف المقادير تانيك الهدو مليمول كيكونوا صغارهم يعطوكم كمية اكتر وكيكونوا كبار او مازال في الفوق هادو سيختولي درت لهم لابات من الفوق او مازال حبيبات في الفوق ووالا دوك نقسم لكم الهبة وانتوما على حسب الموس كي جي داخل لابات ودويني افا بخي كيفاش تجي مرملة مرملة الحلوة مرملة يعني وشو نقولكم تنتكل بشوارب شوفوا الشكل ديالها جميل امر التب ويعني هادا فكرة جديدة بالفوغة جي توبينغ تادي لسويت ستقوني يعني تجربة الناس اللي عندها هادا توبينغ تجربو وترجعلي بالخبر سينو اللي ما عندهاش تقدر تعودوها بيانسير بالمعجون تاع لابريكو وشاهدكم ان شاء الله في الجنة وانتمنى هادا الوصفة نالت الاعجاب ديالكم بيانسير لغوزات رح نتلقاوها في قناتي التانية واحدها بيانسير او دركي الفحلات حبيت نوري لكم هادا دو بارفن تالا مارك غيماس غيماس تتون كولكسون بخيبه عندها واحد لي بارفن وش نحكي ولا وش نخلي والحاجة الرائعة بمناسبة العيد دارت لنا ام بارفن تشروه واحد تشروه التاني يكون مجاني ودارت توصيل بمناسبة رمضان كيف كيفو العيد توصيل مجاني لجميع الولايات والتوصيل ديالها توصيل سريع ممنس يتسكن في الصحراء شوفو هادا دو بارفن وش نحكي كل بارفن يقول خوه بعد للهيك هناليا صارة هلي كين الاستمارة راني نوري لكم الطريقة كيفاش تعمروها تلقاو الرابط هذا في صندوق الوصف وفي التعليق المثبت ما كاش ما اسهل تعمرو الاستمارة ديالكم وتبعتوها بخيهو ما يعيطو لكم يكونفرميو معاكم ومبعكي لحقكم لبارفن تاكم حتى الباب الدار قدتلكم تشروه واحد التاني راهو غاتوي اول بارفن البنات اللي احا نحكي لكم عليه الاسمه إبنوتيك شوفو سي ان بارفن فلوغال شيك كلاس يشبه البلاك تا أوبيوم إبسالون يعني اللي تعرف يعني لبارفن بلاك أوبيوم راهو لك لاممشوز يليقل لزوكازيون العرس سواغي المناسبات ويشد 24 ساعة وشفاو عالكلمة اللي راني نقولها لكم 24 ساعة هو يروح الدوزيام هدايا اللي اسمه بارادي ولا بارا دايس هدا سي ان بارفن جاي فلوغال فخي و جاي فمينة في هالونوطة سي دوب تا إبيدانس إفغوشي يعني اللي تعرف بارفن إبيدانس تا إفغوشي راهو لك إشبهلو وشو نقولكم يعني بمناسبة تلعيد لفخ ديالها كان بزف شباب والريحة قدما نحكي عليها قليل يعني يفوت شموها باش يعني تفهموا دكوا جو بار لكن لكانت يتا إليم يتا يا البنات يعني كيت خلاص محش تزيدو تلقاوها فمتوني يعني دير إنتر كوليكسون غير ولا درتها يعني فرصة واحدة أخرى ووالا إن شاء الله قدرت ننفعكم شباب بزف لو بارفن يعني حاولت أنني نقرب لكم كمام الصورة ودرك هنا يا البنات راني نشارك معكم بعض اللقاطات للراحة النفسية شوفوا هربنا المدة يومين باش نريحوا كرينا هاد الدويرة يعني في في الجبال تاع شريعة وجوزنا يومين من أرواع ما يكون درت لكم دورة خفيفة البيت بسيط لكن مقيقي أول مرة يا البنات نكريو ونلقاوا الدار ناقيق يعني وشو نقولكم ما شاء الله وشوفوا هذيك النظرات العزيزة بلادي العدرة ما لقي غيركو هاد النهار كان بارد في زي فخوة لكن استمتعنا هادوك الأجواء مع رمضان لغلا ما نحكي لكمش المغرب هنا يعني كي قريب المغرب هذيك النظرات على الجبال ومع المضرب قتلكم كان مقيقي اللي بلونت الظهور اللي حبقت على سبع سنين يعني وش نحكي ولا وش نخلي وبش نيفيتي وشوية هذيك التعليقات تاع بيبليسيتي والله تخلنا للدويرة وخرجنا منها ومالي هام على بلهم شوش كون أنا راني نحكي سنسغم وش شفت وش عشت والا قابلونا بالورد ظهرنا والله غير قابلوني بل يعني بوكي دفل ربي إن شاء الله ينوري يامهم وينوري يامكم اللي بلونت من كل نوع حاجة تشرح الخاطر الدنيا مقيقية هنا يا راني شاركت معاكم شوية يعني لقطات أنا ما كنت شاطراء ونقلكم التحضيرات تاع الصفر ديالي لأنه ستي با بخوغرامي هكا دي سيدينا تقيقة الخرانية أننا ننكرو باش نريحو شوية ونبدلو شوية الأجواء هنا وريتلكم أنا جبت معايا بيان سور فاميلي جبت سانيبا وجبت بيان سور المعطر تاع فراشوين ديالي لفلوغا بيان سور قابلوني بنقى وأنا يعني قابلتهم كيف بنقى والريحة الطيبة حاجة تشرح الخاطر تانيك هنا شاركت معاكم شوفوا لبوكي دوفلا قلتلكم اللي قبلنا به مو للدار يعني ويش نقولكم متنج مش تعارفوش حال فرح تخيك وتعارفوني أنا نعشق فليغوز نموت على الورود ونموت على وهو على شع جبني المضرب لأنه من اللي ندخلنا من الباب وهما اللي باركم ستفين وش نقولكم جوزت يومين من أروع ما يكون وتمنيتكم معايا هنا البنات يعني كنا كام لا نخدمه كيف كيف ما كاش أنا في الكوزينة واحد مكسل يعني كام لأفراد الأسرة كل واحد وش دار اللي شوى اللي شوى وانا ياهنا راني نقطع نقية البطاطا واللي حتى الطابلة يعني كانت أجواء عائلية معها دا كل نهار قلت لكم كان بارد لكن شوية هادية هي اللي دفتنا يعني كنا قادرين ناكلوا الداخل لكن أنا بخيف غير باش نفطروا أم بلانير يعني البرة وحبيت يعني ما قدرتش ما نشاركش معاكم هاد اللقاطات غير باش نحلكم شوى على خاطركم على بل يراكم كاملة مضغوطين الفطور الحلوى مشي سهل سكيفي ديتكم معايا شوية هكذا أنا هرب تقولولي الناس لهي بالنس وقت لهي بالرأس الناس طيب في الحلوى وأنا أنا ما على بلكم الحلوى ما نديش لابخيسيون معني شمم يعني في دقيقة الخرانية طيب وش كالتباربي وبالصحة ولهنا ولعقوبة لكل عام شوفوا يا ابنتها تشريبة طيبتها قبل من نجي صباح من صباح بكري طيب تشريبة ديالي الله الله وطيبت تانيك خبس تعل كوشا شوية كاشو نقولو احنا يا بادنجل معا الزيت وشو نقولكم وشوية تعال خلو سنينة تاتهم كيف كيف شويناهم وشو نقولكم ما لابليش الماكلة جات بنينة بنينة يا البنات شبانس علاجة الأجواء والطبيعة وهذه كالنظرة العزيزة وما لغي يقول لكم كان بارد الحال لكن قاعدنا لبرة ولما تال عائلة ما يعوضها حتى حاجة يا البنات سوغتوك يكون تناغم تحكينا وكلينا بصحة ولهنا وشهيدكم إن شاء الله في الجنة تاني كديت معاكم لقطات هكذا كي كنت نغسل في المميانات البنات يعني اللينا درف دماء تبسيديا لهم معنو أبخي بديت أنا نغسل فيهم هنا يا ستي وشو نقولكم على بلكم كي كونوا يعني الناس اللي تسكن قدام الطبيعة ناس محظوظة على بلكم نرقد شوية نود نود ناشطة على بالي علاجة اللي هو النقي اللي كنا نشمو فيه كيفي الناس اللي تسكن في الجبال هاكده يعني والله غير الله يبارك يعني بصحة دكم هنا يا كي شو نقوله احنا يا اعتمان دار لاتا على الجمر وشو نقولكم جابنينا يعطيك الصحة تيمن جابني أروع ما يكون شهيدكم إن شاء الله في الجنة إن شاء الله هذي اللقطات نحاولكم شي على خاطركم ونالوا الإعجاب ديالكم وشاء الله المحتوى كامل يعني من سسر سوقدرينفعكم يلكن بحاجة قليلة ودركا مقاعد لغنبقي أخواتي على خير ونقلكم إلى فيديو مقبل دمتم حبيبة قلبي في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته